موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين الكرام أهلا بكم العدد جديد من برنامج شخصيات ومسيرة على مدى الحلقات السابقة 12 حلقة قدم لكم الدكتور محيد دين عميمور تفاصيل جد رائعة في تاريخ الجزائر نكسات ما وراءها حلول حلول ما وراءها أحداث أحداث أتت وتوارت ما وراءها انقلابات من سنة 1965 شاء الدكتور محيد دين عميمور أن لا تدخلوا في روتين بعد ذلك تملون مما يقول وإنما أن يعطيكم الحدث على حسب ما ترى نحن كذلك بدورنا نحرص أن نتماشى وفقا للمؤرخ والتاريخ ووفقا لما شهده الدكتور محيد دين عميمور من سنة 1965 إلى سنة 1971 تحدثنا كيف بدأت بناية الدولة كيف بدأ هواري بومدين في بعض الأحيان قد كان على صواب وبعضها قد أخطأ لكن يجب الدفاع عن الصواب لأن الدولة لها رجالها في سنة 1971 دخل الدكتور محيد دين عميمور إلى رئاسة الجمهورية رسميا مستشارا للرئيس هواري بومدين كيف كانت تلك المرحلة ما هي تأويلها كيف دخل الدكتور محيد دين عميمور إلى الرئاسة مستشارا لهذا الرجل العظيم كما يقول دائما أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الحلقة الثالث عشر مع الدكتور محيد دين عميمور أهلا بك دكتور أهلا يا حاجي مرحبا في الحصص السابقة تحدث الكثير عنك وقالوا لنا متى دخل الدكتور إلى رئاسة الجمهورية هنحن وصلنا إلى سنة 1971 أظننا أننا قد بدأنا بالفعل مرحلة جديدة واقع الأمر أن الدخول كان له مقدمات لأنه لم يكن دخول إلى رئاسة الجمهورية مجرد عملية فجائية يعني لم يحدث لها إعداد قبل ذلك وقع الأمر أنه دخول إلى رئاسة الجمهورية مر بعدة مراحل وكنا تحدثنا عنها في المرات الماضية الرئيس بوميدين قلت لك كنت عرفته في مرحلة الدراسة في القاهرة ولكن هذا شيء تفصيلي لأنه ليس كل من عرفهم الرئيس اختراهم فيه بعد كمستشعرين أعتقد أن مرحلة الهمة التي تشرفت فيها بمعرفة أو بالاتصال على الأقل بشكل غير وباشر بالرئيس هواري بوميدين كانت المرحلة التي كنت فيها في البحرية ولهذا فيما بعد كنت أتخيل أن كل زيارة يقوم بها الرئيس هواري بوميدين للبحرية الجزائرية كانت بشكل ما تذكره به لأنه في حرس الشرف عندما يستقبله البحارة سيجد على قبعة كل جندي كلمة البحرية الجزائرية التي اكتبتها أنا إذن مؤكد أن هذه كانت تذكره بواحد كان هنا يسموه فلانا لكن هنا بالضبط السؤال المطروح هواري بوميدين كان جد دقيق في من يختاره ممن يكونون مقربين إليه لأنه أصف بأنه رجل ديكتاتوري ومعروف على الدكتاتوريين أنهم لا يقربون إليهم إلا من يثقون فيهم شوف أنا لهذا قيل بأنه الدكتور محي الدين عميمور كانت صهراً لهواري بوميدين هل هي حقيقة؟ مش معقول يعني أولاً رئيس بوميدين لم يكن له أبناء أو بنات يزوجهم أو يزوجهن ورقم اثنين للعمر انتاعي وانتاع الرئيس ما كانش بريد على بعضها يعني الكلام اللي قالوا وبعد ذلك جماعة بأنه والله فلان ما نشعارف وضع في طريق بوميدين يعني لكي ما نشعارف يتصرب ونت استعملت هذه مرة كيف دفع بك إلى طريق بوميدين وأنا جاوبتك يعني بوميدين هذا ارتفع من مستوى طالب بسيط في الأزر إلى قائد أهم دولة في العالم الثالث أو ربما حتى في العالم كله وما كانش يعني إنسان بسيط يعني رجل يعرف من يختار وما يختار وبالتالي فيما بعد أعتقد أن الرئيس تابع باهتمام وهذا الشيح كهله هو فيما بعد كتاباتي في مجلة الجيش وفي مجلة المجاهد فيما بعد أنا كنت أعد ملف أسبوعي طبي ملف شهري طبي في مجلة الجيش واسم محي الدينة هلالي في ذلك الوقت يعني اسم مستعار لا لا محي الدينة ما اسمي أنا كنت تكتب عادي لا كتاباتي السياسية أو نقدي النقدي اللي كنت نقدمه في مجلة الجيش كان دائما باسم مستعار ميم دين يعني مثلا كنت نهاجم أشياء هاجمت الأمن الوطني في مرحلة هاجمت مثلا حاجة للأسف ما زلنا نشكو منها إلى يومنا هذا ربما تضحك الناس أنا هاجمت عدم وجود دورات مياه في محطة القطار طاع العاصمة الجزائرية وقلت عيب محطة ضخمة كما هذه ما فيهاش هذا خرج في مجلة الجيش مش تعرف القيمة التي كانت لهذه المجلة ولهذا المنبر الهائل مجلة الجيش تناولنا فيها أشياء كثيرة جدا خاصة عندما انحرفت من العمل أو من الكتابة الأدبية إلى الكتابة السياسية قدمنا فيها أشياء مهمة جدا مقالات تحاليل دراسات وكنت ذكرتك في المرة الماضية عن حكاية الجدافي وحكاية إسراطين فيما بعد أيضا في مجلة الجيش قدمت أشياء معينة بعد نكسة 67 وسميتها الأسبوع الأسود وكانت مقالاتي فيها مقالات في منتهى القوة لدرجة أنه أظن قلتها المرة الماضية أن الرئيس عبد النصر كان يشكي من هذه المقالات أضف إلى ذلك كانت عندي مداخلات في الإذاعة والرئيس بومدن كان يستمع للإذاعة وهذا عرفته فيما بعد عندما عملته معه كان يقول لي فلان مثلا على اللوع الثماني وما أشهد اسمه فلان المذيع الفلاني كان يتبع المذيعين ويعرفهم بالإسم وهذا عندما خلت لك يوما أن الرئيس بوميجان رجل فاهم الإعلام وفاهم أيضا أنه فاهم الإعلام يتطلب فهم رجال الإعلام ومتابعة رجال الإعلام هذا بشكل عام تصوري جعلت الرئيس يتابع هذا الشخص هل تظن بأن مقالاتك في جريدة الشعب وفي جريدة الجيش وكذلك ملفاتك في جريدة الجيش ونقدك في بعض الأحيان إلى الأمن كما تقول وتحدثك في الإذاعة هو من شفع لك بأن تكون مستشارا لمثل هذا الرجل في فترة جد مهمة لا أحكيت شفع لي كلمة مش مناسبة تصوري هو الذي أهلني لغي أكون عند ثقة هذا الرجل لأنه أولا ما تنساش أنه المرحلة التي تخلت فيها الرئاسة كانت مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ الوطن العربي المرحلة الأولى كنا اقتربنا من نهاية السبعينيات اللي عرفت أكبر مأساة في العالم العربي وهي مأساة سبتمبر الأسود وهناك تعرف موقف الرئيس الموبيل كان موقفا حدا جدا لدرجة أنه في خطاب قال عن الملك حسين ما لا ينشر لأنه كان متأثر من هذه القضية ولهذا رفض أن يشارك في مؤتمر القاهرة الذي جمع ياسر عرفات مع ملك حسين مع القدافي إلى آخره رفض يشارك لأنه قال أنه يمكن أصافح شخص يده ملوثة بدماء الفلسطينيين وهذه الفلسطينيين ما ينسوهج أبدا لأنه فيما بعد لما طلع بالشعار نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة فهموا الناس أن هذا الرجل لا يتحدث من فراغ ولا يستعمل الجمل الطنانة لكي يؤكد دعمه للقضيات الفلسطينية لكن أيضا هناك شيء مهم في نهاية السبعينيات ومع انتهاء مؤتمر القمة لعقد في القاهرة انتقل الرئيس جمال عبد الناصر إلى رحاب الله وهذه كان صدمة أصابت العالم العربي كله حتى الناس اللي كانوا خصوهم من الرئيس عبد الناصر أحسوا بأن هذا الرجل الخسارة انتهاء خسارة كبيرة ولهذا كان أول الرؤساء اللي ذهبوا إلى القاهرة بعد وفاة الرئيس عبد الناصر كان هواري بومدين وكتشوف الصورة انتهاء رجل كان متأثرا جدا بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر لأنه مهما كان اختلافنا مع هذا الرجل لكن كان رجل عظيم وكان يحل بالجزائر إلى درجة تقديس وأنا مش عارف إذا كان حكيت لك أو ما حكيت لك شنهار من نهارات كان من أهم ما يعرص عليه الرباط الاستراتيجي بين مصر والجزائر عندما جهنا في 13 ماي 1963 مر على ميدان بورساعد حاليا سكوار بيسون وكان هناك اختراح أن يسمى هذا الميدان باسم جمال عبد الناصر ارفض قال لهم يسمى باسم بورساعد لأن بورساعد عرفت أيضا سفاح الجزائر الجنغال ماسوي يعني الرجل كان عنده نظرة بعيدة وهنا يعني سبحان الله العظيم هناك أشياء تكشف كيف كنا نسير في تلك المرحلة في هذه المرحلة بالضبطة وانت تحدثت على مرحلة 1970 كان وقتها الوطن العربي يمر بأحداث جد مأسوية أنت كنت تتابع هذه الأحداث هوري بومدين كيف كان يتعامل مع هذه الأحداث أنا ذكرت لك أنني تعاملي مع قضايا المشق العربي بدأ بشكل مباشر في 67 جد نهتم أكثر بالقضايا السياسية سبعين حدث كما قلت لك قضية أيلول الأسود اللي كان فيه تصرفات عنيفة جدا من الجيش الأردني ضد الفلسطينيين الذين كانوا هم أنفسهم مسؤولين أيضا لأنه شيء اللي داروه أيضا في الأردن كان لا يعني حقيقة لا يقبل من أي دولة تحترم نفسها إذن شعلت النار بناتهم مؤكد كان هناك دور إسرائيلي لا أعرفه بالضبط هنا بالضبط هل تدخل هوري بومدين من أجل فتح هذه الأشكال لا هنا ذهب بالنيابة عنه كان الوزير الخارجية في تلك المرحلة عبدالله متفديقة هو رفض قال أنا من صفحش السيد هذا اللي يديه ملوثه بدماء الفلسطينيين هذا خدا موقف طيب الرئيس حبدالناصر كان يثق في الرئيس بومدين بثقة كبيرة وكان يعتقد أنه هذا الرجل يمثل وجه آخر لعملة القائد العربي يعني نتذكر هنا مثلا فيما بعد قال مرة نكت مع الرئيس بومدين لا يرحمس عليه كان إنسان ضريف ومتواضع ويقبل قلت له سيد بومدين أنت أنا تصور أنت وعبدالناصر كنتوا تكلحوا فينا يعني يبانلنا بكم متعاركين بس لحتم يتفاهمين بيناتكم قال لي يا عبدالناصر الرجل العظيم وإنسان محترم ولكن وصيب يعني بالضربة هذه اللي خدع بيها وأنا أحكالي يبدأ يحكيني الأشياء اللي كان يقولها هل هو الرئيس عبدالناصر أنه أنا وهنا بالضبط هناك من أول وقال بأن اختيار الدكتور محي الدين عميمون مستشار للرئيس هوري بومدين لأنه كان يفهم التجربة الناصرية وهوري بومدين كان يريد أن يكون هو الرجل العظيم وهو الإمبراطور الأعظم بعد جمال عبدالناصر لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك لا أعتقد أنه بومدين كان عنده هذه الطموحات ولكنه كان يدرك أنه مصر دولة محورية في الوطن العربي ولهذا أول حاجة صح بها الرئيس سادات لا تتركه فراغا في السلطة في مصر وهذا اعتبر الرئيس سادات دعم له في سعيه للرئاسة لكن الرئيس بومدين كان يهمه أن لا يكون هناك فراغ في مصر استقرار مصر استقرار العالم العربي كنت